يا مسائل خير والحب والتفائل ازايكم حبيبا عاملين ايه رب تكونوا بخير وحشتون كتير النهاردة هنعمل مع بعض سنينة السردين البلدي بكل سهولة تعال اقول لكم الاول زين ناقي السردين السردين لازم تكون بتلمة وعينها مش حمرة ونتكى عليها كده نلاقي ان اللحمها ناشف مش طري انا جبت كيلو من السردين هو السيزون بتاعه دلوقتي فهتلاقي كل السردين الموجود في الاسواق هو السردين البلدي حمسك بقى السردين هحط عليه شوية مية بلمون وهنقحهم شوية وبعد كده هصفيه معشان القشر اللي على السردين ينزل بعد كده هصفيه وحمسك بقى الراس هفصلها عن الجسم كده واول ما اشيل الراس البطن بتطلع ااخده شاطفة وبعد كده صفيه وهرصه بقى جنبي كده لحد لما جهز التدبيله التدبيله اللي عندي سهلة وبسيطة جدا محتاجة معلقتين من الزيت التوابل اللي عاستخدمها ملح وفلفل اسود وكمون وكسبرة وكركم وبابريكا هنحط بقى التوابل اللي عندي دي كلها على الزيت انا هنا فرامته فصين توم بس بصراحة المقطع ده ما جايش في التصوير فانتو اضيفه فصين من التوم وعصارتي لمونتين واللمون طبعا حسب الرغبة عايزة تقطري او تقليلي زي ما انت حابق تمام كده التدبيله عندي هتبقى جهزة هاديفها التدبيله دي ايه هاديف عليها مكعبات من التماطم وشريح من الفلفل التماطم اللي من اللي انا هستخدمها في التدبيله لازم تكون تماطم ناشفة شوية عشان وانا بقطعها مكعبات زغيرة ما تتعصرش ما بين ايدي والفلفل برضو حسب الرغبة ما يكونش حرق عشان الولاد يقدروا ياكلوا السادين تمام قطع بقى التماطم بالشكل ده وانزل بالفلفل التدبيله كده هتبقى عندي جهزة وباقي الحاجات اللي موجودة في البولة دي هقولكوا بعد كده هنعمل بها ايه تمام؟ هعطى بقى الفلفل بالشكل ده وااخد التدبيله دي كلها هحطها على سنية السادين بس طبعا قبل ما ننزل بالتدبيله هندوق الملح الكمون الحاجات دي محتاجة نحنا نزود ولا لا يعني نزبط التست كده وبعد كده نديب بقى التدبيله الجميلة دي على سنية السادين السادين مايتقلبش كتير لان هو سمكة لحمها طري فممكن تترمه بين ايدينا فهي مجرد نزل بالتدبيله كده تقلبتين وخلاص هتقولولي هتوعد في التدبيله دي لا هو السمك ما بيتدبيلش كتير هو مجرد ما تتحطي التدبيله هو خلاص بتشرب التدبيله بتاعته السنية اللي عندي انا اخدت البصلية اللي كانت عندي في البولة اتحتها جوانح بالشكل ده حطيت شوية زيت الاول بعد كده حطيت البصل وممكن تحطي شرايح من اللمون او بطاطس طماطم تمام ورصيت بقى السادين بتاعي بالشكل ده واي تدبيله تبقى موجودة عندي طبعا في السنية حنزل بيها على وش السادين ما حاب الزيت كده على وش عشان لما يتحمر يديله لمعة جميلة الفرن عندي طبعا انا بسخنه السنية دي مش هتوعد عشر دقايق لو مشغلة تحت وفوق مع بعض تمام ولو حد عنده الفرن بيشتغل تحت الاول وبعد كده لفوق حنشغل تحت الاول وبعد كده نشغل الشواية ياخد وش جميل مش هيقعد اكتر من عشر دقايق طبعا لان السادين لحم طاري وما بياخدش سوا خالص حنقدم بقى السنية السادين الجميلة دي مع روز اللي هو السيادية اسكندراني مع شوب بلمون مع حبة صلاطة مع حبة صلاطة التحينة زي ما انت حب اقدمي لو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملوا لايك واشتراكوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد باي باي